بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السابع وأهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس التعلم عن بعض مادة الدراسات الاجتماعية وعنوان درس اليوم عناصر المناخ والعوامل المؤثرة فيه مراجعة وتدريبات الجزء السادس عزيز الطالب درسنا في الوحدة الأولى الدرس الأول عناصر المناخ وهي العنصر الأول الحرارة اثنان الضغط الجوي العنصر الثالث الرياح ورابع عناصر المناخ الرتوبة والتكاثف ودرسنا في الوحدة الأولى أيضا الدرس الثاني العوامل المؤثرة في المناخ وهي واحد الموقع بالنسبة لدوائر العرض اثنان الارتفاع عن مستوى سطح البحر والعامل الثالث توزيع اليابس والماء أربع الطيارات البحرية وخامس العوامل المؤثرة في المناخ الغطاء النباتي والآن نبدأ عزيز الطالب بحل أسئلة التدريبات افتح الكتاب الصفحة السابعة والعشرين السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية واحد ينتج عن اختلاف طول النهار من منطقة لأخرى ألف زيادة كمية الأمطار باء اختلاف درجة الحرارة جيم تغير اتجاه الرياح دال ارتفاع الضغط الجوي فكر معي نتيجة اختلاف طول النهار من منطقة الأخرى يترطب على ذلك أحسنت اختلاف درجة الحرارة إذن واحد ينتج عن اختلاف طول النهار من منطقة لأخرى اختلاف درجة الحرارة نفس السؤال اختر من بين البدائل رقم اثنان أكبر المناطق الحرارية على سطح الأرض امتداداً المنطقة ألف الباردة باء المعتدلة الدافئة جيم الحارة دال المعتدلة الباردة درسنا اكبر المناطق الحرارية بالفعل هي المناطق الحرارة اذا اكبر المناطق الحرارية على سطح الأرض امتداداً المنطقة الحرارة ثلاثة انخفاض الحرارة انخفاض الحرارة اربعة الرياح المحلية التي تهب على دولة قطر هي الرياح زياء vierين الرياح المناطق الحرارة كلما ارتفعنا عن سطح الأرض بمقدار ألف 120 مترا باء 130 مترا جيم 140 مترا دال 150 مترا أحسنتم 150 مترا إذن تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة مؤوية كلما ارتفعنا عن سطح الأرض بمقدار 150 مترا ننتقل إلى الصفحة التالية الصفحة الثامنة والعشرين ونفس السؤال السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية النقطة السادسة تعرف حركة المياه السطحية في المحيطات في اتجاهات ثابتة ب ألف الرياح باء ظل المطر جيم الطيارات البحرية دال المناخ حركة مياه السطحية في المحيطات أكيد الإجابة الطيارات البحرية تعرف حركة المياه السطحية في المحيطات في اتجاهات ثابتة بالطيارات البحرية النقطة السابعة ينتج عن مرور الطيارات البحرية الدافئة بجوار سواحل القرات ألف قلة التبخر باء انخفاض الحرارة جيم زيادة التبخر دال ارتفاع الحرارة طالما طيارات بحرية دافئة إذن أحسنتم ارتفاع الحرارة ينتج عن مرور الطيارات البحرية الدافئة بجوار سواحل القرات ارتفاع الحرارة النقطة الثامنة والأخيرة في هذا السؤال تمانية تعتدل درجات الحرارة في المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف مثل ألف اندونيسيا باء قطر جيم السعودية دال ليبيا فكر معي منطقة ذات غطاء النباتي كثيف هي بالطبع اندونيسيا إذن تعتدل درجات الحرارة في المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف مثل اندونيسيا وبالكتاب الصفحة الثامنة والعشرين السؤال الثاني عرف المصطلحات التالية واحد الإشعاع الشمسي فكر معي أحسنت تعريف الإشعاع الشمسي هو مقدار الأشعة الشمسية الساقطة على مساحة معينة نفس السؤال عرف المصطلحات التالية اثنان التساقط ماذا يقصد بالتساقط؟ بالفعل التساقط هو قطرات مائية سائلة أو متجمدة أو بلورات ثلجية تسقط من الصحب وتصل إلى سطح الأرض أو البحر ويعتبر المطر من أهم مظاهر التساقط نفس السؤال السؤال الثاني عرف المصطلحات التالية ثلاثة الرتوبة ماذا يقصد بالرتوبة؟ بالفعل الرتوبة هي بخار الماء الموجود في الهواء ويحدث التكاثف عند تحول بخار الماء الموجود في الهواء من حالته الغازية إلى الحالة السائلة أو الصلبة ونفس الصفحة الصفحة الثامنة والعشرين وسؤال آخر السؤال الثالث بما تفسر بما تفسر واحد اختلاف درجة الحرارة من منطقة لأخرى على سطح الأرض نفكر سويا تختلف درجة الحرارة من منطقة الأخرى على سطح الأرض بسبب بالفعل اختلاف زاوية سكوت أشعة الشمس واختلاف طول النهر نبقى مع نفس السؤال السؤال الثالث بما تفسر النقطة الثانية اختلاف مناطق الضغط الجوي على سطح الأرض نفكر معي هناك أسباب أدت لاختلاف مناطق الضغط الجوي على سطح الأرض وهي واحد اختلاف الحرارة اثنان توزيع اليابس والماء ثلاثة الارتفاع عن مستوى سطح البحر عزيزي الطالب الصفحة التي تليها صفحة تسع وعشرين نفس السؤال السؤال الثالث بما تفسر بما تفسر ثلاثة وجود علاقة بين درجة الحرارة والضغط الجوي هناك علاقة بين درجة الحرارة والضغط الجوي وهي تفسير ذلك احسنتم العلاقة عكسية فإذا ارتفعت درجة الحرارة انخفض الضغط الجوي والعكس صحيح إذا انخفضت درجة الحرارة يرتفع الضغط الجوي إذن بما تفسر وجود علاقة بين درجة الحرارة والضغط الجوي العلاقة عكسية فإذا ارتفعت درجة الحرارة انخفض الضغط الجوي السؤال بما تفسر النقطة الرابعة هو جزءا بم Application بما تفسر 5- الأشعة العمودية أكثر حرارة من الأشعة المائلة فكر ثم فسر نعم الأشعة العمودية أكثر حرارة من الأشعة المائلة لأنها تقطع مسافة أقل وتسقط على مساحة أصغر عكس الأشعة المائلة التي تقطع مسافة أطول وتسقط على مساحة أكبر بما تفسر النقطة السادسة انخفاض الضغط الجوي فوق المرتفعات نعم انخفاض الضغط الجوي فوق المرتفعات والسبب قصر عمود الهواء كلما ارتفعنا إلى أعلى بما تفسر النقطة السابعة الصحاري الحارة أكثر تأثرا بأشعة الشمس من المناطق الاستوائية طبعا تختلف الصحاري من حيث تلقيها أشعة الشمس عن المناطق الاستوائية والإجابة أحسنتم لأن الصحاري الحارة مناطق مكشوفة تخلو من النبات الطبيعي إذن الصحاري الحارة أكثر تأثرا بأشعة الشمس من المناطق الاستوائية لأنها مناطق مكشوفة وخالية من النبات الطبيعي نوعا آخر من الأسئلة الصفحة التاسعة والعشرين السؤال الرابع أجب عما يلي واحد عدد أنواع الرياح الدائمة نعم ثلاث أنواع وهي الرياح التجارية الرياح العكسية والرياح القطبية السؤال الرابع نفسه أجب عما يلي اثنان ما الفرق بين الرياح الموسمية الصيفية والشتوية الرياح الموسمية الصيفية تتميز عن الرياح الموسمية الشتوية بأنها تهب من المياه وبالتالي فهي ممترة بينما الرياح الموسمية الشتوية تهب من اليابس وهي جافة والآن عزيز الطالب السؤال الخامس الصفحة التاسعة والعشرين ماذا يترطب على ماذا يترطب على واحد مرور الطيارات البحرية الباردة بجوار السواحل كما نعرف فإن الطيارات نوعان طيارات بحرية باردة وأخرى طيارات بحرية دافئة ماذا يترطب على مرور الطيارات البحرية الباردة بجوار السواحل نعم تؤدي إلى خفض درجة حرارة هواء السواحل التي تمر عليها نفس السؤال السؤال الخامس ماذا يترطب على اثنان كثافة الغطاء النباتي في حود الأمازون في البرازيل يغطي حود الأمازون في البرازيل غطاء نباتي كثيف أدى ذلك إلى نعم اعتدال درجة الحرارة إذن كثافة الغطاء النباتي في حود الأمازون في البرازيل ترتب عليه اعتدال درجة الحرارة ننتقل إلى الصفحة 30 السؤال السادس وضح أثر توزيع اليابس والماء على المناخ اختلاف توزيع اليابس والماء لهم تأثيرا على المناخ فنجد المناطق الساحلية تختلف تماما عن مناخ المناطق الداخلية التي تقع بعيدا عن الساحل فكر ثم وضح نعم تتميز المناطق الساحلية باعتدال درجة حراراتها معظم السنة أما المناطق الداخلية فتكون شديدة الحرارة صيفا شديدة البرودة شتاء السؤال السابع والأخير الصفحة 30 اكتب البيانات الناقصة للطيرات البحرية على الخريطة واحد طيار أمامك على الخريطة بالمحيط الأطلنطي رقم واحد أحسنت طيار الخليج الدافئ اثنان طيار في الشرق بالمحيط الهادي الإجابة صحيحة طيار اليابان الدافئ وإلى هنا أعزاء الطلاب نكون قد انتهينا من درس اليوم وأذكركم من خلال تطبيق Microsoft Teams عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته